بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشارح رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وقول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم أي هذا المقال الذي استهزأتم به إن نعف عن طائفة منكم أي مخشي بن حمير نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نقرأ هذا الشرح بهذه الكلمة ونعلق عليها بما تيسر نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلق شيخ الإسلام فإنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال بعض العلماء من هو شيخ الإسلام إذا لم يكن هو ابن تيمية نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم أمره الله أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أدل على أنهم كانوا مؤمنين لكن لما قالوا هذه المقالة كفروا والعياذ بالله وخرجوا من الدين وهذا فيه خطر الكلام في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم وقولوا من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح نعم بل كان الله أطلق الإيمان ونسبه إليهم أدل على أنهم كانوا مؤمنين حقيقة ولكنهم كفروا بعد إيمانهم وليس المعنى أنهم كانوا من الأصل ليسوا مؤمنين وإنما ظهرت مقالتهم هذا قول بلا بلا مستند نعم وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فلا يسمى إيمانا القول بدون إيمان لا يسمى إيمانا وإن كان يوافق بلفظه الحق لكن العبرة بالمعنى نعم لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم لم يظهروا الإيمان إلا لبعض الناس ومع خواصهم فقط نعم فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر نعم ولو كان باللسان ولو كان باللسان فقط فيكون كفرا بعد الإيمان وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام نعم الآن الآن في الإذاعات في بعض الإذاعات يقولون شيئا من هذا يسخرون من القرآن يسخرون من السنة يسخرون من الإيمان ويقولون نحن ما قصدنا هذا بقلوبنا ما قصدنا هذا بقلوبنا هذا من الكذب لا أحد ينطق بشيء إلا وهو مقرا له بقلبه نعم وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام نعم هذا ما يمكن يصدر هذا الكلام من مؤمن أصلا لو كان عنده إيمان لستعظم هذا الكلام ولم ينطق به نعم والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه نعم الإيمان بالقلب لا يكفي بل لا بد من الاتيام بلازمه وهو الإيمان باللسان أيضا الإيمان باللسان والإيمان بالقلب والإيمان بالعمل نعم والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه نعم حسبه قوة وضعفا نعم كقوله تعالى وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يتولى يعني يعرض يعرض عن الكلام الذي قاله ويتراجع عنه تراجع عنه فيمحو كلامه هذا يمحو إيمانه نعم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ إذا دعي فريق من المنافقين إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقابلونه إذا فريق منهم معرضون يعرضون عن هذا الكلام ولا يقبلونه فلا إيمان لهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أما إذا كان القضية إذا كسبوا القضية قبلوا هذا الكلام وإذا لم يكسبوا القضية لم يقبلوا هذا الكلام لأنه عليهم والمؤمن يقبل الحق سواء له أو عليه أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون سجل الله عليهم الظلم والظلم أنواع أعظم الظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهذا الكلام وضع في غير موضعه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ليحكم بينهم سواء كان الحق لهم أو عليهم يقولون سمعنا وأطعنا ما يحكم به الحاكم الشرعي وأولئك هم المفلحون الذين يقولون سمعنا وأطعنا وإن كان الحق عليهم أولئك هم المفلحون فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان سواء كان الحق لهم أو عليهم يقولون سمعنا وأطعنا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها نعم بكلمة يتكلم بها كما كفر هؤلاء بهذه الكلمة التي قالوها ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر هو العياذ بالله نعم وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له نعم ما يجري على القلوب من تصديق أو تكذيب هذا أشدها نعم ويفيد الخوف من النفاق الأكبر نعم لأن النفاق نفاق أصغر ونفاق أكبر وهو الكفر أما النفاق الأصغر هذا كفر أصغر ويفيد الخوف من النفاق الأكبر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه كما قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل فيقول أسألك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا نعم أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر من هزل بهذا يعني مزح هزل يعني مزح بهذا الكلام فهو كافر نعم الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان لم فعل ذلك فالحكم يخكم عليه بهذا الحكم كائنا من كان ولو كان مؤمنا مثل الأول يخكم عليه بالكفر بعد إيمانه نعم الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله نعم لأن هذا الرجل الشاب جاء وتحدث عن ناس غائبين فظاهره أنه نميمة لكنه لما كان معناه النصيحة كان إيمانا وليس نميمة الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله نعم العفو هذا محمود وأما الغلظة على أعداء الله فيه ممدوحة ومحبوبة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قال الله فاغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير نعم الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل نعم من الأعذار ما لا ينبغي يعني لا يجوز أن يقبل إذا كان فيه معنا سيئا هنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر